سلام عليكم احبائي اعزائي جيل الفين وستة هنستمك او خلينا نكمل معكم تأسيسنا الفخم تأسيس فيزيائي وهنكمل بعض المواضيع اللي ممكن نحتاجها ان شاء الله واحنا ندرس مادتنا واللي المفروضة تكون دي تعلمناها من سنوات سابقة خلينا نشوف الان ايش عنا في هذا الجزء البسيط والسهل والان شاء الله باذن الله هنصل مع بعض انا وياكم بجهدنا وتعبنا الى العلامة الكاملة ومش بس العلامة الكاملة وان شاء الله بمعدل عالي في امتحان التوجيه طبعا عنا موضوع بسيط اسمه الازاحة والمسافة ايش الفرق بين الازاحة والمسافة الازاحة هو عبارة عن متجه مبدئيا والمسافة عبارة عن كمية متجهة لما بحكي عن كمية متجهة يعني لازم تحدد بالمقدار والاتجاه اما المسافة فيتحدد بالمقدار فقط كونها كمية قياسية الازاحة والمتجه الواصل من نقطة البداية الى نقطة النهاية وهيهمنا كثيرا خلينا نحكي موضوع الازاحة لما نتناول بعض وحداتنا في منهاجنا بإذن الله تعالى المسافة هي طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الدسم خلال حركته لاحظوا اهم اشي كمية انه الازاحة هي كمية متجهة اما المسافة فهي كمية قياسية طب بدنا نفهم اكثر خلينا نفهم اكتر نركز مع بعض بحكي الاعتمادا على هذا الشكل بدنا نحسب ايش عنا اولا المسافة لما بيقطعها هذا الشاب الصغير اللي بيلعب على البسكاليت لما بتحرك من ايه باتجاه بيه ثم الى سين حكينا المسافة هي ما يقطعه فعلا هذا الصبي وهو ماشي على دراجته على الارض طب كم المسافة التي يقطعها خلينا نشوف مع بعض وهو رايح من ايه الى بيه لحظه ويقطع مسافة مقدارها كم اربعة متر تمام ولما يكمل من بيه الى سيه فهو يقطع ايضا مسافة ثلاثة متر اضافية فاذا هو يقطع اربعة متر زائد ايش زائد ثلاثة متر فمجموع المسافة التي حققها هذا الطفل الجميل عندما تحرك من ايه الى بيه ثم تابع مساره من بيه الى سيه هي عبارة عن ايش سبعة متر لحظة كمية قياسية تحدد بالمقدار فقط المسافة اللي بقطعها هذا الدراج الصغير عندما يتحرك من ايه الى بيه ثم الى سيه ثم يعود الى ايه حلو تعالوا نشوف رحلته كم حقق مسافات كم قطع على القلب المسافة هو عماله بتحرك الان هو تحرك من ايه الى بيه عمل اربعة متر اذا هنا عندنا اربعة متر تمام بتقولي تمام ولما تحرك من بيه لسيه فرجع عمال لي كمان ثلاثة متر ولما رح من سيه لأيه عمال لي كمان ايش خمسة متر فالان المسافة هي مجموع ما قطعه بالفال او ما قطع وما حققه اللي هو خمسة زائد ثلاث زائد اربعة فاللحظ خمسة زائد ثلاث اللي هي ثمانية زائد اربعة ففعليا هو بيكون عمال لي مسافة مقدارها اتناشر متر يمكن احنا الاكثر بهمنا يا جماعة نركز على ايش اسمه الازاحة حلو تعالوا نشوف الازاحة بيقولك الازاحة من ايه الى سي من ايه الى سي اوكي كيف منطلع بعدين هو بيسألني عن ايش لحظ هون مقدار الازاحة ليش بيسألني عن مقدار الازاحة لان لو سألني عن الازاحة هيك فانا مطلوب مني احدد الازاحة مقدارا واتجاها هو بقولي بس احسب لي مقدار الازاحة شكرا مقدار يعني هو بيعفيك من الاتجاه طب ايش هو الازاحة حكينا متجاه بداية هذا المتجاه يا جماعة ركز هي نقطة البداية ينتهي هذا المتجاه عنده نقطة النهاية فطلع انا المتجاه لازاحة من ايه بالتجاه سي ببلش من عند ايه بهذا الشكل باتجاه إيش عنا؟ باتجاه سي طبعا هذا متجاه هذا ذي المتجاه هذا رأس المتجاه كم طول هذا المتجاه؟ لاحظوا طول هذا المتجاه أو المسافة بين A و C هي عبارة عن A 5 متر هذه 5 متر تمثلي إزاحة هذا الدراج عندما ينتقل من A إلى C طبعا لاحظوا إزاحة لا تعتمد على شكل المصهر يعني لو تحرك مثلا حتى من A إلى C يتجمع بهذا الشكل أو تحرك بهذا الشكل الإزاحة هي أقصى الخط أو الخط المستقيم الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية إذن إزاحة فعلي لا تعتمد على المصار أو المصار الفعلي أو طول المصار يتعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية الإزاحة بالآخر هي عبارة عن الخط المستقيم الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية لم يجي حكي اللي انا اتطلع. الازاحة من بي الى اي الى سي. من بي الى اي الى ايش? الى سي. حلو. لاحظ انت بهمك لما بنحكي الازاحة. نقطة البداية فقط ونقطة النهاية فقط. انا نقطة البداية بي. شو نقطة النهاية? سي. ما بيمنيش المسار اللي تركه او تحركه هذا الدراج. دايما لما انا بدي اركز على موضوع الازاحة او بدي احسب ازاحة اي جسم فقط اركز على نقطة البداية واركز على نقطة النهاية. هو بدأ من بي وانتهى وين يا جماعة? انتهى بسي. فهذه بالنسبة الي هي نقطة البداية. واما سي فهي نقطة النهاية. انا في الازاحة بركز على نقطتين. البداية والنهاية. هو بدأ من بي وانتهى بايش؟ بسي. الان برسم خط من بي باتجاه ايش عن سي. هذا الخط. ولاحظوا اتجاهه من بي الى سي. كم مقدار خلنا نحكي المسافة بين بي وسي او كم البعض سي عن بي. لاحظ انها ثلاثة متر. والثلاثة متر هون تمثلي مقدار الازاحة. طب هذا السهم لوين باتجه. بتقول والله يا اما بتجه منفع تحكيلي الى اليمين. منفع تحكيلي باتجاه ايش? اكس الموجب. حلو? اهن المحاور احنا بتذكرها المحور اللي باتجاه اليمين هو محور اكس الموجب. هذا محور ايش? اكس السالب باتجاه الاعلى. هو ايش عنا؟ واي الموجب. اما باتجاه اسفل فهو واي ايش السالب. فايذا لاحظوا باي الحالة وفعليا لما بيحكي شوء الازاحة يعني كم تبعد النقطة C عن النقطة B تقع النقطة C أو خلينا حكي تبعد النقطة C عن النقطة B ثلاثة متر باتجاه إيش إكس الموجب فلاحظ الجواب شو رحيت له عندي ثلاثة متر باتجاه إكس الموجب حلو هذا موضوع الازاحة أوكي موضوع بسيط ممكن يلزمنا بعدين ممكن نيجي على إيش برضو مهم ورح يلزمنا أيضا في موضوع طبعا كل هذه الموضوع غالبا رح نستخدمها يا جماعة في الوحدة الثانية عندنا في وحدتنا بالتوجيه الثانية اللي هي موضوع الازاحة موضوع الكتلة والوزن طبعا نحن عملا بناخد مواضيع رح تلزمنا على مدار عام كامل وزي ما اتفقنا أي إش بلزمنا من تأسيس إضافي أو مش تأسيس تذكير بهذا التأسيس خليني أكون أدق لما بنشرح المادة أكيد رح نرجع نذكر بهذا الكلام خلينا نحكي الكتلة والوزن إيش فرق بين الكتلة والوزن أيضا الكتلة كمية قياسية مبدئيا والوزن كمية متجهة الكتلة هي مقدار ما يحويه الدسم من مادة حلو أما الوزن فهي قوة جذب الأرض لأي دسم يقع ضمن مجالها الوزن كمية متجهة ولاحظوا الوزن عبارة عن إيش أصلا الوزن عبارة عن قوة بالتالي يقاس الوزن بوحدة نيوتن ماشي ماشي الآن الوزن نرمز للوزن بالرمز FG FG يعني قوة الجذب نساوي MG طبعا M اللي هي الماس اللي هي الكتلة حلو الماس اللي هي إيش عنا الكتلة أما G فيتصارع السقوط الحر وهذا ثابت قيمته 10 متر لكوة ثانية تربية أو متر بير سكن تربية طبعا هون عنا تنبيه إحنا طبعا لما بدنا نقيس الوزن لأي جسم كتلته عنا لازم تكون بحدة إيش الكيلو غرام طب حلو لو أعطاني جرام قال لك بسيطة الاجرام لازم نحوله لكيلو غرام كيف بدنا نحول من اجرام لكيلو غرام إما بنقسم على ألف أو بتضرب بعشرة قوة سالب ثلاث إذن إما أن أقسم على ألف وإما أن أضرب بعشرة قوة سالب ثلاث فبحكي لي هون جسم كتلته أربعين جرام كم بيكون وزنه بحكي لي بسيطة لا يهمك الوزن اللي هي إيش F G تساوي M G F G M جي بالله بحي حلوة F G M G F G M G M أربعين جرام لازم نحوله قولنا يا بتقسم أربعين على ألف زي ما بدك أو أربعين في عشرة قوة سالب ثلاث ضرب G اللي هي كم اللي هي عشرة فلاحظ في عن اختصارات آه في عن اختصارات عندك صفر صفرين راحوا مع بعض بيظن عندك أربع تقسيم عشرة وأربع تقسيم عشرة هي أربع بالعشرة ولاحظوا وحدة الوزن هي وحدة القوة اللي إيش عنا إنيوتن إذن هذا برضو الفرق بين الوزن وكتلة أو فعليا كيف أطلع الوزن إذا كان عندي كتلة تمام تمام تلزمنا إن شاء الله رح تلزمنا أكيد رح تلزمنا إني نيجي الآن على الكميات الفيزيية وطبعا إحنا مبدئيا تذكير فيها بعرفكم شطورين أكيد هذا الشيء بديه إحنا بنذكر يا جماعة تذكير بس وربما قد يكون طالب للمرأة الأولى يسمع إن شاء الله ما بكون شيك يعني الكميات الفيزيائية جميحة حجم كتلة ضغط حرارة قوة كثافة شو بيختار ببالك قسموها العلماء إلى قسمين كميات قياسية وكميات متجهة الكميات القياسية هي كميات تحدد بالمقدار فقط بالمقدار وأقصب المقدار دائما هنا عدد مع وحدة قياس فلاحظوا الكميات الفيزيائية القياسية كميات تحدد بالمقدار والمقصود بالمقدار هو عدد مع وحدة قياس شو في عنا أمثلة على كميات متجهة لاحظوا الكتلة كمية متجهة شو كمية متجهة؟ الكتلة كمية قياسية عفوا الطول كمية قياسية الشحنة قياسية والزمن كمية قياسية جميعها أمثلة على كميات قياسية إذن كمان مرة الكميات القياسية كميات تحدد بالمقدار فقط والمقدار هو عدد مع وحدة قياس أعطيني أمثلة أساسة على كميات قياسية ابشر حبيبي خد عد كتلة طول شحنة زمن كثير من كميات طب لاحظوا أنه الكتلة كمية قياسية صح صح تحدد بمقدار ما هو المقدار؟ لاحظ المقدار عبارة عن عدد مع وحدة إيش قياس لما بحكي مقدار دائما بحكي عن مقدار ووحدة قياس النوع الثاني من الكميات هو الكميات إيش عنا المتجهة؟ كميات المتجهة هي كميات تحدد بالمقدار والإتجاه وعرفنا أنه المقدار هو عبارة عن عدد مع وحدة قياس طب ايه يا أصدق بالاتجاه ممكن يكون الاتجاه انك تحكي شرقا غربا شمالا جنوبا اكس الموجب اكس السالب وي الموجب وي السالب وقد يصنع الاتجاه زاوية وهون متعامل مع الزاوية باصلاحها المتجاه مع محور الاكس الموجب فلاحظوا الاتجاه عبارة عن زاوية بين المتجاه ومحور اكس الموجب اذا كان في عندي زاوية واذا كان المتجاه باتجاه مثلا الشرق او الغرب فمنعبر عن شرق غرب اكس الموجب اكس السالب بشكل اسهل من امثل على كميات متجه القوة المجال الكهربائي والمجال المناطيسي هذه من اهم الامثلة على كميات متجه طبعا تحكي له اصدقاء انا كيف بدي اميز انه كمية قياسية او كمية متجه انا هحكي لك انه هذه كمية قياسية او هذه كمية ايش متجه عشان انت تعرف كيف تتعامل الفيزيائيا مع الكمية لانه التعامل مع الكميات الفيزيائية يختلف عن التعامل مع الكميات او التعامل مع الكميات الفيزيائية القياسية يختلف عن التعامل مع الكميات الفيزيائية المتجه لاحظوا لي هون عندي متجه قوة يصنع زاوية مقدارها تلاتة وخمسين تلاتة وخمسين طبعا هذي الزاوية يصنحها متجه القوة مع محور ايش عنا مع محور اكس السالب إحنا الآن لما بنعبر عن المتجه نحكي مقدار هاي المقدار المقدار هو عبارة عن عدد مع وحدة قياس أما الاتجاه فهو زاوية يصنح المتجه مع محور إيش إكس الموجب ببنش من إكس الموجب لحد ما أوصل المتجه لازم أعرف هاي الزاوية كم طيب إحنا بنعرف إنه الزاوية من هون لهون هي عبارة عن إيش عبارة عن 180 صح إلا راح أطار إذن أضيف لا 180 كم 53 فحاصة جمع 180 مع 53 بيطلع 233 هذا يمثل إيش عن الاتجاه ولحظة هذا يمثل إيش المقدار ولحظة إن المقدار عبارة عن إيش عدد مع وحدة قياس تمام تمام صنف الكميات التالية إلى كميات قياسية وكميات متجهة حلو نيجي نصنف الكثافة يا جماعة هي كمية إيش عنا كمية قياسية كمية قياسية حلو والكثافة أصلا هي الكتلة على الحجم ملاحظة الكتلة والحجم كلاهو كميات قياسية سرعة دايما يا جماعة السرعة هي كمية إيش عنا كمية متجهة طيب سرعة الرياح تحديدا لأنه رياح بتعرفه ممكن تكون بحكي لك رياح شرقية غربية مش يكون لها المنسبة عن شرط الطقس الزخم هذا كمية متجهة وهذا بإذن الله رح يكون موضوعنا في الوحدة الأولى التسارع يفترض أنه أيضا بشكل عامه كمية إيش متجهة الطاقة كمية إيش عنا قياسية ودرجة الحرارة أيضا كمية إيش قياسية العزم أيضا بما وضعنا بالتوجيه في الوحدة الثانية بإذن الله تعالى هو كمية متجهة أما الحجم فهو كمية قياسية والشغل كمية إيش عنا قياسية هذه بس بعض الكميات الميز بين كمية قياسية وكمية إيش متجهة حكيا أي كمية إحنا بندرسها بالبداية بنعرفك عليها بقول لك شرط الكمية دي حبيبي دي كمية كمية قياسية دي كمية تانية نعرفك عليها يعني إحنا دايما بنتعرف على الكمية إحنا بنتعرف عليها بنقول لك دي كمية قياسية أو دي كمية إيش متجهة وإنت مجرد ما عرفت شو نوع الكمية مباشرة رح تعرف كيف بدك تتعامل معها لأنه زي ما حكيت لك التعامل مع الكمية القياسية يختلف عن التعامل مع الكمية المتجهة فأنا بعرفك على كمية بقول لك أنا الكمية دي يا إما متجهة يا إما كمية قياسية حلو كله والله جميل استنس نكمل ونشوف الصفحة اللي بعديها وهون رح نتعامل خلي نحكي الشرط لن نحكي عن كمية القياسية طبعا نحكي تعامل مع الكميات الفيزيائية يعني إذا كانت قياسية أهم تعامل معها بالعمليات الحسابية عملية جمع طرح مثلا ضارب قسنا لما تكون العمليات الحسابية اللي احنا تعلمناها بالصف الخامس والستاذ والسبعة والثامن إلى النص التوجيه اللي هي واحد زائد واحد والله واحد زائد واحد يا أستاذ اتنين هو لك ممتاز طب أربعة زائد ثلاث كم تكون سبعة والله برافو عليك دايما أربعة زائد ثلاث سبعة أبو الله دايما بشرط يا جماعة أنه أربعة تكون كمية قياسية وثلاثة كمية إيش أنا قياسية لكن تخيلوا معايا أنه لو بتكلم عن كميات فيزيائية متجه فإنه أربعة زائد ثلاث إذا كانت الأربعة متجه معين وليكن مثلا هذا المتجه قوة مثلا هذا متجه وهذا متجه حلو حلو تعرفوا يا جماعة أنه أربعة زائد ثلاث مش بالضرورة تطلع سبعة ممكن تطلع واحد أحلى بحكيه لك ممكن تطلع سبعة ممكن تطلع خمسة ممكن تطلع أي رقم ثاني كيف الساز هذا جمع آه صحيح جمع المتجهات يختلف عن جمع اللي احنا تعلمناه في رياضيات هذا يصلح في حالك أنه كميات الفيزيائية تكون قياسية ساعة بحكيه لك أربعة زائد ثلاث سبعة تحكر عرب العالمين أمورك طيبة داحلة أعطيني مثال أستاذ أنا ما أنا بستوعى ما تحكيه أربعة زائد ثلاث ممكن تكون مش سبعة آه أحكي لكيه لما بنحكي إحنا يا جماعة جمع المتجهات جمع المتجهات يعني محصرة جمع المتجهات يعني إيش محصرة طب تتذكر يا جماعة مثلا مثلا أعطي كالمثال أنا عندي صندوق عندي إيش؟ صندوق معين وفيه اتنين عمالهم بيسحبوا بهذا الصندوق واحد بيسحبوا باليمين بقوة مقدارها إيش؟ خمسة نيوتن واحد بيسحب هذا الصندوق بقوة أخرى لا اليسار ثلاثة نيوتن الصندوق لما رح يتحرك بتقوله والله رح يتحرك باتجاه القوة الأكبر باتجاه اليمين خمسة نيوتن أكبر من ثلاثة نيوتن بس فعالية جماعة هاي الخمسة نيوتن في راحة منها الجزء يقاوم الثلاثة نيوتن صح يعني خمسة نيوتن ممكن أقسم قوتين ثلاثة نيوتن واثنين نيوتن صح الثلاثة نيوتن مع ثلاثة نيوتن الي هون راحق يعني زي كان فعلياً الصندوق يسحب بقوة مقدارها اثنين نيوتن الى اليمين هاي بيسميح لإيش المحصر يعني أنا قاعد باسحب خمسة لليمين وفي واحد بيقاومني ثلاثة ل为ن لليسار طب جزء من قوة اللي هي خمسة نيوتن عمالها بتقاوم هذا المحترم اللي ليسم بدني فأنا فعليا خمسة نيوتن كل ياته الصندوق عماله يستفيد بس باثنين نيوتن هاي اسمها ايش عنا اسمها المحصرة طب بناء على ذلك يا جماعة لما يكون عندي أنا قوتين يا جماعة واحدة مقدارها أربع نيوتن باتجاه اليمين أربع نيوتن باتجاه ايش اليمين حلو أربع نيوتن لليمين تلاتة نيوتن لليسار كم حصرتها ذلك القوتين تحكي خلاص واحد وان بحكي لك انه اربعة زائد ثلاث شو بقل تكون واحد لما بحكي اربعة زائد ثلاث اذا كمية قياسية دايما سبعة اربعة زائد ثلاث كمية متجاه بدك تحكي لي مدام هما كمية متجاه هل هم مع بعض هل هم عكس بعض هل ربما بينهم زاوية وتسعين لانه جمع المتجاهات اذا سيعتمد على ايش على الزاوية بين المتجاهين شان هيك جمع المتجاهات بالاخر لاحظ ممكن يكون معك اي رقم بيعتمد ذلك على الزاوية فان الحالات احنا نحكي عن جمع المتجاهات اذا احنا نتكلم عن ايش اسمه المحصرة اولا محصرة متجاهين في الاتجاه نفسه اذا كان عندي قوتين او متجاهين بنفس الاتجاه فالمحصرة بهذه الحالة كالمقدار هي عبارة عن مجموع مقدار المتجاه الاول ومقدار المتجاه الثاني واتجاه المحصرة هو اتجاه اي منهما لانه كلاهما يجمعها بنفس الاتجاه يعني نجعل هذا المثال بسيط باقول لك جد محصرة القوتين بالشكل التالي طيب القوة الاولى كم؟ 10 نيوتن لوين لليمين القوة الثانية لوين 10 نيوتن لوين لليمين اذا القوة المحصرة ورح نسميها سيجما اف هي عبارة عن مجموع القوتين يعني 10 زائد 10 فاذا الناتش رح يطلع 20 نيوتن حلو؟ طيب هذه 20 نيوتن باي اتجاه والله بما انه تنتين باتجاه اليمين فاذا تكتب لي موجب ايش اكس حلو؟ ويمكنك تكتب لي مثلا باتجاه اليمين او الشرق بس خلينا نتعامل مع المحاول بشكل افضل زي اكتامنا اذا كانوا الان عندي المتجهين متعقسين اتجاه عكس بعض بحكي لك باي الحالة مقدار المحصرة هو حاصل طرح المقدارة باتجاه الاكبر ناقص مقدار المتجاه الاصغر واتجاه المحصرة هو باتجاه المتجاه الاكبر يعني عسى بالمثال نلاحظ المحصرة يفرق بين مقدارين ومتجاهين باطرح الكبير من الزير وباتجاه الاكبر طبعا انا باطرح الكبير من الزير لانه دايما فيزائيا المتجاه مقداره لازم يكون موجب طب عندي هون اوكي اهو قوتين دول مع بعض ولا عكس بعض بتقول لي لا عكس بعض اذا مع بعض نعمل ايه؟ نجمع طب اذا عكس بعض نعمل ايه؟ نطرح اطرح مين من مين؟ اطرح الكبير من الزغير اطرح الكبير من الزغير فبنقول خمستاشر ناقص خمستاشر ناقص عشرة اذا شو بطلع الجواب؟ خمسة نيوتن طرحنا طب لما يكونوا عكس بعض حكينا اتجاه المحصرة سيكون باتجاه المتجاه الاكبر او القوة الاكبر ولاحظوا القوة الاكبر هي باتجاه ايش؟ محور اكس السالب تمام اذا مع بعض بنجمع عكس بعض بنطرح ثلاث لما يكون بينهم زاوية قائمة هون نتكلم عن انه مكان المحصرة اكزوا معاي هيكون عبارة عن متجه يقع بينهما يعني ممكن تكمل ايش اسمه متوازي الاضلاع المحصرة رح تكون بيناتهم بهذا الشكل واذا هون المحصرة رح تكون فعليا سيجما اف هي عبارة عن الوتر والوتر زي ما تعلمنا بحص التأسيس مسبقة هو ممكن انطلعوا من نظريت في ثورس بحيث ان الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع التاني تربيع ولاحظوا انه بالاخر هي المحصرة هي الوتر والضلع الاول تربيع هو احدى القوتين والضلع الثاني هي القوة الاخرى شريك لاحظوا لحساب مقدار محصرة متجهين بينهما زاوية قائمة منحكي الان قوة المحصرة جذر القوة الاولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع لاحظ هون عندي القوة اللي على اكس اربعة هون ثلاث اربعة تربيع ستتاشر زائد تسعة تحت الجذر بطلع الجواب طبعا ستاش أو ستاش زائد تسعة جماعة جذر خمسة وعشرين فبطلع الناتج كم؟ خمسة لتحديد اتجاه المحصرة نستخدم تقنية الظل العكسي الآن انت بدك تشوف مثلا الزاوية اللي بيصنحها هذا المتجم محور اكس فبتحكي تاني الزاوية تاني الزاوية بتعرف تاني الزاوية اللي هو المقابل مين المقابل؟ المقابل هذا الضلع هذا الضلع اللي هو نفس هذا الضلع وهذا الضلع شو هو؟ F Y أما المجاور لثيتا فهو مين يا جماعة؟ F X طبعا بطلع معك جواب احنا عنا على الكالكوليتر في عنا خلينيحكي فانكشن اللي هو تاني الانفيرس للقيمة اللي راح تطلع من قسمة F Y على F X هتعطيك إيش عنا الزاوية مباشرة تقريبا إذا بتطلع إيش 37 بهذه الحالة طيب خلينا نشوف أيضا أمثلة على محصرة عدة قوة بقولك بالشكل التالي مقدار واتجاه المحصر حلو طريقة ما عندهون عندي قوتين هون شمالهم بنفس الاتجاه إذن هذول القوتين شو حتكون محصرتهم هم مش قوة عندي بغض النظر هذا مجال كهربائي كمية متجهة هلا بغض النظر عندي مجالين عندي متجهين لليمين لأنهم لليمين مع بعض فبنجمع 10 زائد 20 فإذا حصل الجمع هم 30 هلا بغض النظر عكسها Snake 30 فلاحظوا NAX8 22 ونما بطرح دايمة الاتجاه نعو ها إذن أكبر باي الحالة هي عبارة عن 22 باتجاه اكسل موجب تمام تمام تعالي هون ها ها هذا السؤال مرتب ها هذا عنهم كلياتهم هيك اسألة الدمج هيك اسألة الدمج هيك اشي حلو خليك هيك تتمكن يعني انت عملك تاخد عدة اشيات بسؤال واحد فطلعين جماعة الأصل اشياء تعني لها في هاللعبة حلوة اللعبة علي هذول مو مع بعض ايه بتقول لي مع بعض إذن شوفتكم محصلتهم ابن جبا عن أستاذ 6 و 6 أدي 12 حلو فصفت كل القوى طبعا أنت بيكون عندك أشياء زيك بدك تجعل جميع القوى قوى واحدة على محور Y وجميع القوى قوى واحدة على محور X تفقنا؟ تفقنا ولما صفت عندك قوى على X وقوى على Y أنت بتتكلم عن قوتين بينهم زاوية كم؟ 90 طب حلو صفت أنا عندي القوى جميحة على محور Y هي قوى واحدة مقدارها كم؟ مقدارها 12 نجي على محور X لما بنظر على محور X وإز أجد قوتين شمالهم عكس بعض أوكي عكس بعض عكس بعض نعمل إيه؟ نطرح الله دي 9 و 9 الله أي يعني 9 و 9 يعني Fx تساو صفر لا محصلة على محور X فإذا المحصلة قوى المحصلة كلياتها هي عبارة عن ما هو يوجد على محور Y معناتها فقط هذه هي القوى المحصلة اللي هي مقدارة إيش رح يكون 12 باتجاه إيش عنا؟ باتجاه اللي هو Y الموجب إذن 12 باتجاه Y الموجب تعالوا نشوف هنا السؤال يمكن يطلع أحلى عندي قوتين عكس بعض على محور X قوتين عكس بعض على محور Y تفايل هنخلي القوى الجميع على محور X قوى واحدة جميع القوى على محور Y واحدة بس تعالوا على محور إيه نبدأ X يلا بدأ بX على X الاتنين دول إيه؟ عكس بعض عكس بعض بنطرح اطرحلي طرحنا وباتجاه الأكبر 12 ناقص 4 8 إذن F X طلعت إيه؟ 8 على محور Y دول عكس بعض برضو بنطرح واللاحظ لما بطرح بأخذ اتجاه مين؟ الأكبر 12 ناقص 4 باتجاه الـ 12 وهنا عندك 15 ناقص 9 فأنت بتتكلم عن F Y اللي هي كم؟ اللي هي 6 إذن أنا بدي مقدار فقط بدون اتجاه مقدار المحصلة بهذه الحالة Sigma F هو عبارة عن جذر F X تربيع اللي هو 8 تربيع زائد F Y تربيع اللي هو 6 تربيع حلو؟ تمام تمام جذر هون عندنا رح يطلع 64 وهو رح يطلع معاي 36 إجمع لي يا هون بطلع جذر المية وجذر المية بطلع عشرة فالجواب يطلع معنا إيه؟ بيطلع عشرة هيك إحنا يا جماعة بنكون عمالة بنحسب إيش عنا؟ المحصلة تمام؟ تمام هننتقل الآن في جزء القادم من تأسيسنا برضو رح نتابع موضوع الاتجاهات مع موضوع بسيط اسمه ضرب المتجهات هذا الجزء كان بسيط وصغير نتقن هذا الجزء ثم ننتقل الآن إلى جزء أيضاً تعلق بالمتجهات اسمه ضرب المتجهات إن ألتقيكم في هذا الجزء البسيط اللي اسمه ضرب المتجهات أتمنى لكم بإذن الله تعالى دائماً دوام التفوق والإبداع والتميز